في ساعة ثامنة ونصف من صباح 28 من اغسطس الجاري اقيمت مراسم الاحتفال باطلاق اول رحلة جوية من مطار يولين فوميان وفي قرابة الساعة التاسعة صباحا اقلعت اول طائرة ركاب تابعة لخطوط خينان الجوية من مدينة يولين الى بكين وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف هبضت طائرة ركاب من مدينة شنجن بمدرج مطار مدينة يولين بسلامة وهي بذلك اول رحلة قادمة الى المطار هذا ويقع المطار عند تقاطع منطقة خليج جواندون هونغ كونغ مكاو الكبرى ومنطقة خليج بايبو وتبلغ مساحة صالة ركاب المطار 21 الف ومائة متر مربع وفتح المطار في المرحلة الاولى خمسة خطوط جوية يمكن ان تصل الى سبعة مدن تشمل بكين وشانهاي وشنجن وشيان وهنجو وكمنغ واهايكو ترجمة نانسي قنقر